انخفاض طفيف لأسعار المحروقات بالمغرب مع بداية شهر غشت قبل المرور إلى التفاصيل لا تنسى عزيز المشاهد أن تضغط على إعجاب والاشتراك في القناة لتتوصل بكل الأخبار أولا بأول مع التفاصيل انخفضت أسعار المحروقات بالمغرب بشكل طفيف مع بداية شهر غشت الجاري حيث تراجع سعر اللتر الواحد من غزوال بـ 30 سنتيما وـ 25 سنتيما بالنسبة للتر الواحد من البنزين وقال جمال أزريكم رئيس الجماعة الوطنية لأرباب وتجار ومسير محطة الوقود بالمغرب أن الأسعار مع بداية هذا الشهر انخفضت بـ 0.30 درهم أي 30 سنتيما للتر الواحد من الغزوال وـ 0.25 درهم أي 25 سنتيما للتر الواحد من البنزين ويختلف هذا الانخفاض الحاصل كما هو معلوم من محطة إلى أخرى وبالمدينة إلى أخرى يوضح مصدر مهني آخر جوابا عن سعر البنزين والغزوال بعد هذا الانخفاض وكانت بداية شهر يوليوز المنصرب قد شهدت ارتفاعا بأسعار المحروقات بالمغرب حيث ارتفع سعر اللتر الواحد من الغزوال بـ 33 سنتيما في حين عرف سعر اللتر الواحد من البنزين ارتفاعا بـ 16 سنتيما ترجمة نانسي قنقر